كارثة صحية وبيئية واقتصادية خطيرة تضاف لاسلسلة حوادث التلوث في نهر الفرات حيث بات النهر مصدرا لنشر العديد من الأمراض وذلك بعد تسرب كميات كبيرة من النفط في النهر وحرقها في الأراضي السورية وهو ما زاد من مخاوف أهالي مناطق غرب الأنبار من مخاطر التلوث الذي ينذر بكارثة صحية هذا النهر يعتبر شريان أساسي فإذا تم وصول هذه التلوثات إلى هنا سوف تحدث مشاكل بيئية ومشاكل صحية وغيرها لأن هذه المياه تستخدم لصالح الشرب وصالح الزراعة والكثير من الأمور في الحياة ونطالب من أجهاتها المعنية في التتخل بأسرع وقت لحل هذه المشكلة تسرب كميات من المشتقات النفطية لمجرى نهر الفرات يهدد بشكل مباشر صحة السكان ومن الممكن أن يحدث حالات تسمم خصوصا بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة لتعلوم طالب ساكني هذه المناطق بإيجاد حلول ناجعة وفعلية قبل أن تتفاقم هذه الأزمة نطالب جهات المعنية بحل تسرب النفط من حدوث سوريا يشوفونا حل يعني تدري نحن كمواطين نطالب الحكومة يشوفونا حل هذا الموضوع لأن هذا الموضوع جدا حساس لأن هذا الماء تدري أن العالم تسبح بيه تشرب منه ماء يعني يسوي مشاكل يعني يسبب أمراض فرسات هذا النهر لأن عيشة العالم كلها على هذا الماء أصبح الفرات منزوعا من اسمه فهو لم يعد ماء عذبا صالحا للشرب ولم يعد لونه يسر الناظرين بل بات اليوم في بعض المناطق التي يجري فيها يمثل تهديدا للإنسان وللحياة بشكل عام لقناة الفلوجة إدريس يحيى